بجد السيد معلش في حاجات كده محدش بقراه غيري شغل يعني انتوا تشوف كمية الورق اللي ببعض اقراه شغلت حضرتك مثلا شغلتك دكتور شغلتك مهندس شغلتك اقراه السيد نقيب البيطريين عمل حوار مع البوابة نيوز نقيب البيطريين طبيب البيطري ده اللي هو من شأنه انه هو بيعطي علامة الجودة والسلامة لل الزباح جموز بقر يعني كل الاشياء اللحوم اللي احنا بنا كل فبيقول في تصريحه لا تناول الطعام في الفنادق والمطاعم الكبرى خوفا على صحتي طب وهم المطاعم المحترمة والفنادر المحترمة اللي بتأكل ملايين كل يوم دي دي اخبارها ايه يعني طبعا وارد زي اي دولة في العالم انا جالي مرة تسمم في امريكا واي يعني الايكولاي والبتاع والبكتيريا اللي بتحصل عادي انما لما يكون جهة ليها منصب نقيب البيطريين يا جماعة دي بلد سياحي طب قلنا اتحرك المهم تخش جوه الحوار بيقولوله ما سبب اصرارك على ضرورة تعيين طبيب بطري في الفنادق والمطاعم الكبرى قال اصراري نابع من حبي لبلدي لدينا 3500 منشأة سياحية في مصر يفتش عليها خمس اطباء بيطريين وات 3500 منشأة سياحية يفتش عليها خمس اطباء بيطريين وات ده انا مخش لكش ما اتهم والسياح عارفين ان عندنا خلل وعندما يعود الى بلدي يرفع علينا قضايا ده ايه الحاجة اللي اتشرف دي بحجة التأثير على صحته ونقل امراض له وهو امر يجعلنا ان نسرح في تطوير المنظومة انا لا اتناول الطعام في الفنادق والمطاعم المشهورة والبيت اكتر امانا بالنسبة لي كل في بيتكو يا اخي كل في بيتكو زي ما انت عايز انها ما توقفش حال ده انت نقيب يعني ده مش عمر عديب اللي هو يجي يقول ايه انا ما بقولش بقى مطاعم بعرف لا ده نقيب البيت البيتريين وقبل ذلك ارزالت الوزارة السياحة المطالبة بتعيين طبيب بيتري في المنشآت للرقابة على سلامة الغذاء فالوزير وفقه بعد ست شرطة راجع على قراره وللأسف بعض المسؤولين ليس لديهم وعي بسلامة الغذاء ده الكلام ده مثلا لو جيه هنا حد مراسل او كده وخد الكلام ده وترجمه وبعته بر ان مصر بتقول بتراحب بكم وتقول لكم احنا ما عندناش اي صحة في المطاعم بتاعي بنقول له ايه ليه كده طب ما تروح يعمل الناس المسؤولين وقعد معاهم ولهم انا رقيب البيتريين عايزين نفيد البلد وعايزين ليه ده كده احعد حيقول لي ايه يعني نسكت طيب الكل بيسألوه بيقول له هل تقدم محلات الجزارة لحوما امنة على الصحة فرد قال تقدم بروتينا حيوانيا ولا كان اقول صحيا او غير صحي هذا الامر اتوقف عن رعاية الصحية البيترية وعندما تهتم الدولة بملف الصحة البيترية تأكد المرضو سيكون رائعا وستكون لدينا منتجات حيوانية بيها بروتين وفيتامينات ولو يوجد بيها متبقيات ادوية متبقيات ادوية لو عايزين بس ازيدكم الشعر بيت ايه بيتكلم على القانون بتاع هيئة الغذاء فيه هيئة سلامة الغذاء فبيقول وبعد ارساله المجلس النواب ارساله لوزير الزراعة عن ازاك الدكتور عصام فايد والمفروض ان كان يرسلوا للهيئة العامة لخدمات البيترية والنقابة العامة لبيترين اللي ادلاق بقى رأيهم في القانون الانهم تجهالوا هذا وصدر القانون الذي هو يفرق بين اللحم قبل الطهي واللحم بعد الطهي فاللحم قبل الطهي تتبع الطب البطري وبعد الطهي تتبع وزارة الصحة وحاليا بيعدوا قانون الغذاء وبيه مواصفات قياسية لا حد يعلم عنها شيء في حين العالم كله اكتاز هذه المراحل دول عربية اقل منا انشأت هيئة سلامة الغذاء والدواء وهنا في مصر انقسمت من اجل المصالح والاولى كنا نعمل من اجل هيئة تضم الاثنين هل يعني الكلمة نور وبعض الكلمات قبور في خبر